من الأخلاق الفاضلة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان محبا للخلق وقد زرع الله محبته في قلوب الخلق ليكون هذا من أسباب قبولهم لدعوته وقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى وهكذا في قصة موسى عليه السلام حينما قال الله تعالى موحيا لأمه أن يقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيته عليك محبة مني ولتصنع على عيني والأحاديث التي تتكلم عن المحبة وعن أثرها كثيرة متتابعة منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بهديته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فحينئذ تكلم حزب أم سلمة فقلنا لأم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا ولم يرد عليها فقلنا لها كلميه مرة أخرى قالت فكلمته حين دار إلي أيضا فلم يرد عليها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه مرة ثالثة حتى يكلمك فلما دار إليها وانتهت نوبة بقية النساء وجاءت ليلتها كلمها فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وانا في ثوب امرأة إلا في بيت عائشة فقالت عائشة أتوب إلى الله جل وعلا من أذاك يا رسول الله